يقول ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد للأطفال علما بأن بعض الدعاء أجازوا الاحتفال بعيد الميلاد لا يجوز الاحتفال إلا بالعيدين الشرعيين عيد الفطر وعيد الأضحى الذين جعلهم الله عيدين للمسلمين ليس هناك عيد ثالث لا للأطفال ولا للكبار فالذي يخطي بأن هناك عيد غير العيدين هذا مخطي بلا شك وهذا بدعة من البدعة